تمرين الموازنة بهذا العجز الكبير من أين باعتقادك ستغطي الوزارة هذا العجزين؟ وهذه هي النقطة الحساسة وهي الإجابة على هذا السؤال هي التي بها مقمناً خطورة أنا أعتقد أن أي موازنة اقتصادية لا تتوفر لها موارد حقيقية لا سبيل لها سوى أن تسهب إلى أسلوب الاستدانة من النظام المصرفي وبالتالي ما يعرف بالتمويل بالعجز وطبع الأوراق المناغدية وهذا أيضاً سينعكس بشكل مباشر على الأوضاع التضخمية في البلاد أصلاً الحال التي نعيشها الآن حالة الركوض التضخمي ذهبت حركة التجارة والمال والاقصاد إلى طريق مسدود أنا أعتقد أن المشكلة الكبيرة سيصبح في 833 مليار وهذه هي القضية الأساسية التجربة حتى في حكومة عندما تولى دكتور إبراهيم البداء في وزارة المالية وقام برفع الأجور في كافة حال بلاد سويل من أين سيسد هذا قال أن هناك موارد حقيقية عندما أخفق في إيجاد موارد حقيقية أيضاً ذهب إلى طباعة العملة ذهب إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي ذهب إلى أدى هذا الرفع التضخم من نسبة 55% أنا أعتقد أن الحديث الذي جاء به جبريل إبراهيم وأن هذه الفجوة لا تتجاوز 1.4% القضية ليست في 1.4% القضية من أين ستسد هذه الفجوة عندما ولا يوجد طريق آخر هو طريق الاتجاه واحد وأن يستدي من الجهاز المصرفي وأن يمول بالعيز وأن يطبع أوراق نغضية لسد الفجوة وأعتقد أن هذا مباشرة سينعكس على أوضاع التضخم في الاقتصاد طيب حسب وزارة المالية في الموازنة تعتمد على الموارد الذاتي بحسب ما جاء في الخبر في ظل تراجع الإنتاج في كل القطاعات ما هي باعتقادك الموارد التي تقصدها الوزارة بخلاف الضرائب والجمارك؟ أنا لا أعرف من أين يتحدث دكتور جبريل عن موارد ذاتية معلوم أن السودان عجلة الإنتاج فيه تكاد تكون شبهي مشلولة أو متوقفة تماما سلع الصادر قد تراجعت حتى السربة الحيوانية نحن نجد دائما إرجاع لهذه الشحنات وهكذا لا يوجد مصدر نقول أنه يشكل تمويلاً ذاتياً للموازنة خاصة في ظل وجود فجوة ضخمة يمكن من خلال التهريب كثير من موارد البلاد سواء إلى الجارة الشمالية مصر أو عبر المطار القرطوم أو عبر جهات أخرى تعمل كما تم ضبط أحد الروسة الآن في عملية التهريب هناك شكل واسع من أحوال النهب لسروات البلاد هذا لا يدخل في موازنة الدولة عملية التهريب وهناك تجنيب واسع أيضاً لبعض العائدات والموارد في السلع النفيسة والمهمة مثل الزهب وغير ذلك وهذا أيضاً يذهب لتمويل أنشطة أخرى قير مرئية الموازنة الاقتصادية هذه التي تتحدث عنها وزارة المالية هي لا تعبر عن حقيقة حركة الموارد وحركة الاقتصاد هل تعتقد بأن هذه الموازنة نفسها ستصمد أمام كل هذه التحديات؟ أنا أعتقد أنها هي ورقة قدمت للتبرير بأن هناك موازنة لا تستطيع شكلاً أن تقول أن هناك دولة تسهب كالقشة في خضم أمواج البحر يعني لا بد أن تقول أن هناك شيء لكن أنا في تقديري أن هذه الموازنة لا تعبر عن حقيقة الموارد الحقيقية للدولة تنهب وتهرب إلى الخارج وأيضاً الموارد المعلنة والظاهرة والتي تبدو في الموازنة هي متقاصرة دون المستوى وحجم الإنفاق أيضاً هناك إنفاق مرئي هو يتحدث عن تقريباً 5% للصحة و10% للتعليم و20% للولايات في الموازنة هذه لكن في الحقيقة أن هناك إنفاق لا نراه أين هو الإنفاق الأمني والعسكري وهكذا غير واضح ويتحدث عن 700 مليار للتنمية حديث نظري لكن عندما أتحدث عن التجنيب هناك موارد للدولة تسهب لتقطية احتياجات هناك شركات أمنية وعسكرية تغطي جوانب أخرى هي خارج الموازنة أنا أعتقد أن الموارد الحقيقية للدولة هي كل هذا الموارد التي تسهب عن طريق قنوات التي تتسرب بالتهريب إلى الخارج والشركات الرمادية التي أكثر من 400 شركة مواردها لا تبدو ولا تدخل هنا وبالتالي هذا هو الذي جعل هذه الموازنة مشوهة وتبدو موازنة نظرية أكثر من أنها عملية وحتى هذه الموازنة ستجاز يقال بأنها في اجتماع آخر سيأتي لمجلس الوزراء ليفترض أنه مجلس مكلف وقير دستوري ولا يتمتع بصلاحيات حقيقية إلى جانب ما يسمى بمجلس السيادة الذي تبقى فيه المكان العسكري فغض وهذين المجلسين هم الذين سيجيزان لاحقا أيضا هذه الموازنة هذه إجازة أولية لها وهذا هو الواقع